في بطونها ثروة وفي تفاصيلها اعجاز تنتج ما يحلم به اغنياء الاغنياء وتضع في الغابة ذهبا وحريرا فتهافتت اليها ايدي الباحثين الذين عرفوا انها ليست مجرد عناكب وليست مجرد خيوط حتى صنعوا ما جعل من هذه الفتاة تلبس اثمن رداء تمت حياكته في العالم من نتاج مليون ومئتي الف عنكبوت كما لو انه هارب من قصص الجدات فكرة بدت مجنونة لكن الفريق اراد ان يتحدى المستحيل ثمانون شخصا انتشروا في غابات مدى غشقر كان عليهم ان يجدوا عناكب حرير الذهب ويجلبونها الى مشغل خاص فيه امهر الاشخاص الذين يعملون في حياكة الحرير يضعون العنكبوت داخل جهاز مصمم خصيصا يساعدهم على استحلابه وانتاج خيوطه كل حشرة منها تنتج خيطا ذهبيا طوله بين ثلاثين وخمسين مترا في المرة الواحدة تستغرق العملية خمسا وعشرين دقيقة في كل مرة ثم يعاد اطلاقه في الغابة مجددا اربع سنوات من هذه العملية جمعوا من خلالها مليون خصلة من حرير العناكب الذهبية فريق اخر متأهب للجمع والنسيج دون اي اضافات او معالجة بينما تحيك اصابع المهرة تفاصيل الرداء كانت خيوط عنكبوت الذهب قوية كما الفولاد ناعمة كما الهواء في لحظة الحقيقة وعند تجهيز هذه القطعة السحرية النفيسة لم تكن الفتاة التي تجرب الفستان تشعر بانها ترتدي شيئا فوق كتفيها حصاد حرير الذهب من هذا العنكبوت عملية صعبة وطويلة حلم بها الفرنسيون عندما كانوا يستعمرون افريقيا لكن ما جمعوه منها سرق في ليلة وضحاها حتى امن فريق بالمبادرة والمغامرة وكم من مخلوقات وحيوانات وحشرات فيها من الرزق ما لا يعلم كثير من الناس ولعل حلم الثراء يكمن في بطن حجرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر